الخبر هو اللي عدنا على لايف السارة وعد ميلاتها فاليوم يا حبايب هو عيد ميلادها فكل عم تب خير أقبال مليون سنة يا رب وطبعا لتسون يا حبايب نتعيدوها بالكومنتات على عيد ميلاتها وطبعا صار عمرها حاليا 18 سنة الخبر الثائل اللي عدنا عن مفاجأة اليوتيوبر فهو اليوتيوبر اللي عدنا اللي هو ويسان تكتب تنزيل هذا الستوري قاعد علمي خلاله اللي رح نزل لنا مقطع بهذا المقطع رح يكون هو عبار عن فلوغ أحمد أبروبو تنزل لهذا الستوري قاعد علمي خلاله انه رح يصطر نزل لنا مقطع واحد بالاسبوع هو وصبع على قناتهم العائلية بسبب التزاماتهم طبعا قنواتهم ما يقدرون ان نزلونا بشكل هواية فحطوه مقوم بستوري شوفوه مو قادرين نزل اكثر من فيديو في الاسبوع انه انا هنبشت على قنواتي وصبع شغل على قناتها ويعني بجوز لقدام نكثر فيديوهات بس حاليا هذا اللي قادرين علي يعني مو قادرين اكثر الخبر الثالثي اللي عادنا عالرش اللي كانت فريق نور مهر بالكلام الغريب كل شي اللي قاليت اطمع هذا المقطع نزلت منتشته من البارحة فاسف اذا كان بي اغلاط ببداية نزلت هذا السؤال كانت تطلب من المتابعين انه يسئلوها اسئلة فهو السؤال الجاهة واللي هو محمد خطاب فهي كشفت الحقيقة انه محمد الزوج بعد ما تشرت شوية لقطات الى انه هو عساس الزوج وكانت يبوس ايد ابو العروس فعليا طلع هو الزوج يا حبايب وبالستوري اللي ثاني كانت يسئلوها يا حبايب انه هل انتوا الفريق من الزالين فردت عليهم لا بس ما بقد شوفونا مجتمعينوية بعض فاصلنا بعاد كل واحد لحاله بهذه الدنيا يعني توضح يا حبايب حاليا هي طلعت من فريق نور مار وعندما رح تلتقوا يهم مرة ثانية ولما سئلوها انه اتخ طبطي فردت عليهم لا وبالسؤال اللي بعده كتبلا لانيش انتوا الفريق مجرد صداقتكم شغل يعني ماكوا صداقة حقيقية قلت المشكلة اصلا ما كانت صداقة الشغل هذي توضح يا حبايب انه كان اكون شي اكبر من الشغل ممكن يكون زواج او خطوبة بينها وبين محمد مارو لكن انفصله حاليا ولما سئلوها على انور كاتبه والله انور مش فاضي عنده التزامات كثير هذي يعني توضح يا حبايب ان انور هو ما قاعد يلتقويا هو ما قاعد ينحشون ويا بعض والسؤال اللي بعده كانت بيها ممكن نشوفش بالمستقبل بترجعين الفريق كاتبا لا مع الاسف وبهذا اللي سور كيشفت به هيقيقة كل الصدمة والهي كاتبه بي كان فيه علاقات عائلية مع هالفريق يعني وما كان فيه نصيب وقطعنا انه بعد كل واحد عمود ميز على المن الثاني وقررنا انه من الاجتماوية بعض هنا توضحي حبايب انه بينها وبين محمد مارو ممكن شاء لكوا علاقة حب او خطوبة ولكن هي حاليا نفصله على بعض ولما سألوها انه انت حضرتي على الرسم حمد مار كاتبت اكيد لا اما سؤالها عن يارا فردت انه بعز الكل يعني هي تعز يارا ولكن اكوها شوية اخطاء بتطير ولازم تبعد يعني هذي ممكن من المستقبل يا حبايب انه نشوفهم التقطوية يارا ماكو مشاكل بينهم ولما سألوها طبعا شو لا علاقة شبقامر كاتبه صديقة ولما سألوها انه هل راح تكون انه شو نبين شو بين نور مار يا حبايب كاتبه انه ماكو شي ولكن هو ماقعد يسأل عليها توضح يا حبايب انه ماحد حاليا قاعد مهتم بيها بعدين يا حبايب سألوها انه ليش ما تحكينا شو اللي صار بينك والفريق كاتبه مستحيل بقى تشوفونا مجتمعين بتمنى يتقدروا هذا الموقف بعدين سألوها انه ممكن يجي يوم وتلتقيني بيارا كتبت قسمة ونصيب يعني ممكن يجو اليوم ويصورون لي بعض لما سألوها على قمر كاتبه ممنيحة بعدها صغيرة فيا حبايب كتبوا لبلكومنتات شونت وقعاتكم هل رشق قاعدة تفضح حاليا فريق نور مار انه هي كانت حبيبة محمد والكلام اللي قالته انه ما ما قاعدين يهتموا لها الخبر الثالث اللي عادنا عن امراض اليوتيوبر اوش اللي هي قمر الطاية يا حبايب وتزيل هذا اللي توري كانت بيضايج وحزينة سبب ان المقطع نزلتها وما وصل لشعار ومنس وقت تقوله انه هي مريضة فتطلب المتابعه يدعمون المقطع رح تقوم اسطوريات شوفوها اما اليوتيوبر الثاني واللي هي كانت كريستينا يا حبايب اللي تقول انه مرض كلش حاليا قاعد انه اذيها حاليا لان هي مصارت زينب فالله شفيها يا رم شاء الله ما بين الخير والعافية رح تقوم اسطوريات شوفوها مرض ما ميطلع مني مارد بيتاني مارت ولا شي ما شربتو والله العظيمي تعبت كيز كتير كتير مرضى مبارح لحد صورت طلعت عيني بس انه انا مريضة شو اعمل يا الله يكسر لي السلية اتناشا يا حلي طيب بوصل الحباب منه وصلت المقطع في صورة مقطع باللايكات وبس تشاركوا في الزين من قناة ملك القصص احبكم ومع السلامة